بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تفاضل الدالة العكسية من أجل ذلك أعطي التعريف التالي تعريف الدالة الأحادي أو الدالة المتبينة فإذا كان لدي دالة F مجال D ومداها R أي أن الـ F من D إلى R فأقول عن هذه الدالة أنها متبينة أو دالة أحادية إذا تحقق الشرط الثاني إذا أخذنا نقاط مختلفة A تختلف عن الـ B فحاصلنا على أن الصور التي لدي ستكون مختلفة أيضا F في الـ A لا يساوي إلى F في الـ B وذلك أي أن كانت A وB من المجال من D هذا تعريف الدالة الأحادي طبعا من الواضح أنه إذا كانت النقاط مختلفة تقابل فأي أو أحادية إذا لم يتحقق هذا الشرط فإن الدالة غير أحادية فإذا أخذنا على سبيل المثال إذا كان لدي منحني من هذا الشكل طبعا واضح أنه هذه هي الـ A وهذه هي الـ B فإذا أخذت مستقيم رأسي فإنني أرى أن هذا المستقيم يتقاطع بنقطتين مختلفتين ولكن هذه النقطة هي F في الـ A وهذه النقطة هي F في الـ B فأرى أن F في الـ B هي نفس F في الـ B والـ A لا تساوي الـ B فأحصل على أن مثل هذا المنحن لا يمسل منحن لدالة أحادية فأستنتج ملاحظة التالية الملاحظة الأولى تقول إذا قطع أي مستقيم أفقي المنحن الدالة بأكثر من نقطة فالدالة منحن هذه الدالة ليست لدالة أحادية أي الدالة التي ليست أحادية كما في الشكل الدالة المتزايدة والدالة المتناقصة هي الدواء الأحادية وذلك لأن الدالة المتزايدة شكلها من هذا الشكل فإذا أخذنا A وB فواضح أنه F في الـ A هذا وF في الـ B سيكون هذا وهذا محقق كذلك الأمر الدالة المتناقصة هذا ومنحن الدالة فإذا أخذنا A و B نقطتان مختلفتان فهذا هو F A وهذا هو F B واضح أنهما غير متساويتان إذن فعلا أن كل دالة متزايدة هي دالة أحادية وكل دالة متنقصة هي دالة أحادية الآن ممكن أن نعطي تعريف التعريف يقول بالشكل التالي لنفترض أنه لدي دالة أحادية F X مجال D ومداها R أي أن ال F دالة من D إلى R ولتكن دالة أخرى G معرفة بالشكل التالي مجال R ومداها D هذه الدالة تسمى دالة العكسية للدالة F إذا تحقق الشرط التالي إذا كان ال Y يساوي إلى F في ال X فإن ال X هي G ال Y يعني إذا كان من هنا هذه ال X تذهب إلى هذه النقطة ال Y بواسطة الدالة F فإن النقطة Y تعود إلى النقطة X في واسطة الدالة G وذلك أي أن كانت X من D وال Y من R إذن لأنه هذا D فال X من D وهذا R فال Y من R نظرية الآن تعطيني الشرط اللازمة حتى تكون G هي دالة العكسية فتقول النظرية بالشكل التالي إذا كانت الدالة F X دالة أحادية مجال D ومداها R وإذا كانت G دالة من R إلى D فإن الج تكون دالة العكسية للدالة F إذا وفقت إذا تحقق الشرطان التالي إذا كانت تحصيل F و G يساوي X أي أن كانت X من مجال ال F أي أن كانت X من D وإذا كان F يساوي إلى ال Y أي أن كانت Y من مجال الدالة G ومجال الدالة G هو عبارة عن R إذن هذه هي هالشرطين إذا تحققوا فقلنا عن G أنها عكسية للدالة F ملاحظات على هذا التعريف الدالة الأحادية أي الدالة المتبينة لا يمكن لها أن يكون أكثر من دالة عكسية واحدة يعني إذا كانت متبينة فلها عكسية فالمعكوس هو وحيد هذا هو المقصود من هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية من المألوف أن يرمز للدالة العكسية بأنها F سالب واحد إكس إذن تقرأ F سالب واحد إكس إذن هذا رمز للمعكوس وليس هنا لا نقرأها F أس سالب واحد إذن ما دام نقرأها F سالب واحد إذن فإن F سالب واحد لا يساوي واحد على F كان سابقا من قواص القوى إن X أس سالب واحد يعني أنه يساوي إلى X أس سالب واحد هو واحد على X هنا بنقرها إكس سالب واحد أما هنا فتقرأ إف سالب واحد أي عندما نقول إف سالب واحد فنقصد بها معكوس الدالة ولا نقصد بها مقلوب الدالة إذن هذه من الأخطاء الشائعة كثيرا ما نطلب من الطالب أوجد الدالة العكسية للدالة مثلا إف إكس يساوي 2 إكس زائد واحد فيروح ويقول إف سالب واحد إكس هو واعد على إذن هذا الكلام غير سليم وذلك لأنه هذا رمز للمعكوس وعندما نقرأه نقول إف سالب واحد ولا نقول مثلا هن نقول إكس السالب واحد إذن فرق بالعبارتين أيضا من التعريف لو تذكرنا عرفنا الإف كان عبارة عن دالة من دي إلى آر ألي جي اللي هي دالة العكسية لألا كانت من آر إلى دي عند إذن فواضح أنه الدي هون هي نفس الدي هون إذن الدي اللي في المجال هي نفس الدي اللي في المدى إذن معناته مجال range of G range تبع G يعني المدى تبع G هو D يساوي الدومين تبع الدالة F الدومين تبع الدالة F إذن إن مجال الدالة F هو range تبع الدالة G كذلك إن range تبع الدالة F المدى تبع الدالة إذن مدى الـ F هو R ومجال الجي هو R إذن هو نفسه مجال الدالة G إذن مجال الدالة العكسية هو نفسه مدى الدالة للـ F ويساوي إلى R ومدى الدالة العكسية الـ F ناسعة هو نفسه مجال الدالة ويساوي إلى D أي أنه لدينا أي أنني أعلم المجال والمدى من قبل ما أشوف الدالة العكسية إذن هذه من الملاحظات أيضا أخيرا إذا عوضنا في النظرية الأخيرة اللي وجدناها وجدنا نحن G F X يساوي إلى الـ X و F G Y يساوي إلى الـ Y إذا بدلنا عن الـ G هنا وهنا ما تساوي اللي هي عبارة عن F ناس واحد وعن G هنا بـ F ناس واحد فنحصل على الدستوران في التحصيل يعطيان الدالة الوحادية وهمها بالشكل التالي F ناس واحد F X يساوي F F ناس واحد X يساوي إلى الـ X طبعا هنا أي أن كانت X في الحالة الأولى هنا الـ X من مجال الدالة F هنا الـ X من مجال الدالة F ناس واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته